جالة بيظهر فيها أحسن ما فيها وأجمل ما فيها عشان كده جعل الله سبحانه وتعالى هذه البلاية لتخرج أحسن ما في النواية فربنا بيخبر القلوب وبيختبر القلوب ويختبر إرادات الناس هل ما في الباطن مثل ما يدعى الإنسان في الظاهر وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده لم يصرفوا ذلك عن ديني بيقول سيدنا الخباب أنه كان ينشر نصفين لا يصرفوا ذلك عن ديني وبعدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حاجة مهمة أن الله سيتم هذا الأمر حتى نصل إلى أن تسير الضينة من الحيرة إلى حضر موته لا تخشى إلا الذئب على الغنى هيرجع تاني ما فيش طريقة يتقطع ولا في قناعة توقف ولا في حد يقدر يمنع ما أراده الله سبحانه وتعالى وبعدين ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة التي لو سرت إلى الناس هدمت حاته اللي هي الصفة إيه ولكنكم قوم تستعجلون الاستعجال قافة الأم والأم اللي هتصبر وتصمن هي الأم اللي هتبقى وعشان كده سمات العصر خلتنا خلت ناس كتيرة جدا جدا مستعجلين بجدارة معنى أنهم مستعجلين بجدارة إيه أنهم مش يقدروا يحصلوا فضل الله ونعمة الله اللي موجودة في الطريق قلنا قبل كده أن الإنسان ظهرت فيه سبع سمات وكتير سمعتها مني السماء الأولى الفردانية والسماء التانية المزاجية والسماء التالتة التشكك والسماء الرابع المظلومية والسماء الخمسة الإحباط والسماء السادسة الحساسية والسماء السبعة العشوائية زاد فينا دا قوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الاستعجال مضيعا للأمال عشان كده لازم نتكلم عن حل الاستعجال اللي بيراهن عليه كل من يريد أن يختص بالأرض والأرض هو بيراهن على أن احنا نستعجل يرسم لنا الخطة ونقع احنا في الوحلة اللي وعزي وقعنا فيها ونستعجل